من موقعنا موقع صدى البلد نقرأ التأكيد على مواصلة العمل المشترك الرئيس السيسي يلتقي رسالة يتلقى رسالة من خادم الحرمين الشريفين استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس دكتور أصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسفير أسامة نقل سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن عصام بن سعيد نقل رسالة للرئيس من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تناولت عددا من موضوعات التعاون الثنائي كما تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعيدة ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنصيق المكثف مع مصر إذاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية من جانبه طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي وسموه ولي العهد ومؤكدا الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها لسيما في ضوء الظروف الضقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها وقد تم التوافق خلال اللقاء على استمرار تطوير التعاون والتشاور البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي وفضلا عن تدعيم أواصر التضامن العربية ترجمة نانسي قنقر